أدام مونة تفضلي علوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا فضل الشيخ خمالية سؤال بعد إذنك أنا متجوزة بقالي سبع سنين مشكلتي يعني طالبا كل المشاكل معي في حياتي هي بسبب تمنوع من زوجة من الفراش بس والله مش مشكلة أنا بتمنع بالسرعة أنا بتأذى نفسيا منه وجزمانيا أنا بتأذى وهو ما بيتقبلش كده سابب يتقبله ساعتنا بتقبلوش وحصل مشاكل جمده وأنا حاليا واسع يعني على الطلق أنا علي زمد ده السؤال الأول أنا علي زمد في الوضع ده وفي نفسك هو عايز يطلقنا وما يدينيش أولادي هو ربنا قال كده إسماعي يا فنجل بداية ثاني سؤال لا إسماعيني أستاذنك قبل هذا السؤال الثاني إسماعيني حضرتك بأنك تمنعين نفسك من فراش الزوجية لعذر صحي لديك فعلا أنت معذورة صحيا حضرتك ببعض الأول في عذر صحي وعذر نفسي يعني مش باستمر نفسي ومش باستمر عذر طيب شوفي يا سيدة الكريمة العذر الصحي مقبول ولا بد للزوج أن يتفهم معك هذا العذر واضح طيب اللي هو يقول حق بك المضرة والضارة وعدم الاحتمال هذا واضح لكن العذر النفسي عليك أن تستأذيني في هذا زوجك لأن هذا الحق حق متبادل فيما بينكما لم يقبل يعني مش كل الأوات واليها جدا جدا بيقبل أن هو يتقبل عذري أو قاد بيعتبرني أن أنا أسيمة وتحصل مشاكل ونتطلع ويتجاوز علي أنا في سبع سنين بقالي على كده كريمة أنا علي الزم أختي الكريمة العذر الصحي المرضي هذا مقبول ولا يمكن أبدا أن نسوي ما كفيه هذا حقك أما العذر النفسي حضرتك لا بد أن تعود إلى الزوج لأن هذا الحق حق متبادل فيما بينكما إذن وما ذنبه إذن لعله لديه رغبة ماذا يفعل يذهب إلى ما حرم الله إن لم يكن معك إذن ماذا يفعل وبالتالي عندك عذر نفسي ودلوا الله يا فلان أنا أسأذنك أنا غير مهياء نفسيا بكلمة طيبة مع البشر مع البشاشة مع معه لعله يقبلك إن شاء الله مرة بعض مرة وحاولي بقدم كان تحتوي زوجك في هذه المسألة لأن هذا الموضوع ربما يؤدي إلى نفرة فيما بينكم وبالتالي إلى الطلاق وربما يتزوج عليك بسبب هذا الفعل لأن كثيرا من الرجال يأخذوا هذه المسألة على أعصابهم وعلى رجوليتي ملك خلاص إذن هي لا تحبيني هي تقرهني هي تفري مني سأأتي بمرأة أخرى لتؤديبها وبالتالي تدخل نفسك في مشاكل معا غير محمودة فحاولي تحتوي هذه المسألة مع زوجك بقدر الإمكان السؤال الثاني تفضلي بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك هو هل من حقه فعلا إنه هو في وقت النرفازة أو بالهداري يشتمني بوالدي والديتي باستمرار ولو أنا رضيت بيتقال إننا مسألة الأدب وربنا ما أرنيش بكده لا طبعا لا طبعا واجب عليه أن يحترمك وأن يحسن إليك وأن يرفع منزلتك وأن يرفع قدرك أمام نفسي وأمام كل الناس أما الإساء إليك بالشتم أو السب أو الضرب أو الإهانة سواء لك أو لأبويك الكريمين هذا لا يجوز شرعا بأي حل من الأحوال ثم مع ذلك يقول أنت غير مؤدبة يعني كيف هذا يعني ترضى لنفسك أن تكون شاتما وأن تكون قاذفا وبع هذا المرأة حينما تقول لك التقل لا لا تفعل هذا أو بترد عليك أنا أقول هنا الرد أنا لا أريد بذاء في مقابل بذاء لا أريد سبابا في مقابل سبابا هذا لا يرضي لا وإنما أريد هنا فعلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة لاحتواء أيضا حتى ولو فعل معك هذا ربنا بيقول في القرآن فمن عفى وأصلحى فأجره على الله ويقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ونصيحات إليك في هذا لو فعل هذا معك قول له الله سمحك والله أوليه كده الله سمحك هداك الله غفر الله لي ولك ادعيه بالهداية والله هينكسف على نفسه وهي بعد كده أقول لك أنا آسف أنا بعتذر إليك تماما أما كلمة فيها البذاء وتأتي أنت معه بكلمة أخرى فيها نفس هذه الكلمات الحياة هنا لا تستقيم وتنقلب إلى إساءات وهذا لا يرضي لا سبحانه وتعالى وهذا ليس من أخلاق الإسلام في شيء الإسلام يأمرنا بالعفة القولية الإسلام يأمرنا بالطهارة القلبية الإسلام يأمرنا بالبعد عن مثل هذه الطرهات من السباب والشتائم والقذائف عفان الله وإياكم وليس من حقه أبدا أن يعتدي عليك لا قولا ولا فعلا المرأة ليست مملوكة عند الرجل المرأة ليست خادمة في بيت الزوج المرأة إنسانة لها كامل حريتها لها كامل مشاعرها المرأة شريك للرجل في هذه الحياة فعليه أن يحترمها وأن يقدس الحياة الزوجية معها هذا والله تعالى أعلى وأعلم